اه طيب انت النهاردة بعد ما بتعتزل كرة القدم تشتغل في التدريب تشتغل في الادارة تشتغل في الاعلام او تسجل كرة كلها امير توفيه اتجه لادارة المجال التسويق بص ام فكرة تسويق بالنسبالي مدقتش لما جيت ابطل كرة يعني انا ابطل كرة 2014 انا كنت محضر الكريش بتاعي من 2012 وانت بتلعب من بعد بالذات مجزارة بورسعيد يعني بعد الثورة الكرة وقعت شوية بعد بورسعيد حصل يعني مشكلة جامدة جدا في صناعة الكرة عامة فوقتها فكرت ان انا وبرضو عشان بتكون حقيني برضو انا حتى انا الكريم بتاعي شخصيا ان انا وكت مسلا جو متخب شباب متخب اولمبي رحت ومتخب اول مشيت من الاهلي بس كان فيه ممكن ارجع تاني كان فيه كلام من كنت مليجوان السعادين في الدورة المصري بعد كده الكورف نفسه بقى ثابت وبينزل ثابت وبينزل فخلاص فكرة ان انا بقى طموح ان انا بقى جو منتخب مصر او في الحتة دي موضوع بقى لا مش موجود خلاص فكان لازم احضر كارير جديد لنفسي من بدري فالحمد الله يعني كان فكرة المعظم اللي هي الكورة بيتجاوا فعلا الاعلام او ممكن التدريب اول حاجة طبعا لقيت ان فكرة السبورتس ماركتنج عمتا دي مش مفيش حد مركز معها جامل وكت شايفة وقتها ان هي في مصر بعيدة جدا عن اوروبا فايه مشكلة لان ابدأ من بدري ابدأ من وانا صغير في حاجة عشرين سنة انا نبطل كورة تمانية عشرين سنة فابطل في الوقت ده لغاية نوصل لسن مناسبة ان شاء الله اكون قريدي خلاص اعملت كرير كويس انت بدأت وانت تمانية عشرين سنة بتبطل يعني انت من حوالي ستة وعشرين بدأت تشتغل او تاخد خبرات اخد خبرات واخدت ديبلوما وادرس حتة السبورتس ماركتنج عمتا وسبورتس من بشكل عام ان انا ازاي ممكن تدير منشاقة رياضية ازاي ممكن تشتغل في التسويق الرياضي اه بعد كده اول ما اطلت كورة كنت دت جاهي على طول ان انا قلت مش هستاني غاية ما يكون مسلا عندي اه سبعة تانين سنة خمسانين سنة مثلا ولسه وقتها افكر ان انا حامل ايه فطبعا ده مش هيكون كويس ليه خالص يعني